خمسة عشر شهرا من الصراع في السودان لم تترك منظمة أممية أو إنسانية إلا ودقت ناقص الخطر من وحش الجوع المتربص بالبلاد غير أن الحكومة السودانية لها كلام آخر في هذا الصدد إذ نفى وزير الزراعة السوداني أبو بكر البشري حدوث مجاعة في البلاد وذلك في تعليقه على التقالير المدعومة من الأمم المتحدة التي تحذر من أن نحو 755 ألف شخص يعانون من جوع كارثي وشكك البشري في قدرة الخبراء على قياس بيانات في مناطق باتت تحت سيطرة قوات الدعم السريع وعقب صدور بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للأمم المتحدة يمكن للجنة مستقلة إعلان حدوث مجاعة وهما يحتمل أن يدفع مجلس الأمن إلى إصدار أوامر بتجاوز أي قيود يفرضها الجيش السوداني على معابر يمكن استخدامها في توصيل المساعدات وقالت مبادرة التصنيف للأمن الغذائي وهيئات إقليمية في أواخر يونيو إنه في ظل معاناة نصف السكان من جوع شديد هناك أربع عشرة منطقة في أنحاء البلاد تواجه خطر المجاعة ويمكن إعلان المجاعة إذا تعرض ما لا يقل عن عشرين بالمئة من سكان منطقة ما لظروف جوع كارثية وإذا عانى الأطفال من سوء التغذية ووقعت وفيات عدة بسبب الجوع يا سلام